النهاردة الحقيقة مجلس الوزراء كان فيه اجتماع هام برئاسة دكتور مصطفى مدبولي ورصد خلال هذه الاجتماع عدة قرارات من بينها تعديل السن القانونية لاستخراج البطاقة الشخصية ليصبح 15 عام بدلا من 16 عام وأعتقد أن ده بقى مهم لأنه الحقيقة الحد ده بالنسبة للعالم كله متقدم يعني الناس بتحصل على البطاقة الشخصية أو ما يصبت البطاقة الشخصية في سن متقدم عندها فيبدو أنه دي استجابة لواقع التغيرات اللي بتحصل بالنسبة لنا وذلك خلال 6 شهور من تاريخ بلغة السن يعني بمعنى لما حد حيكون عنده 15 سنة بعد 6 شهور يقدر على طول أنه يطلع البطاقة وبموجب هذا القرار يمكن لكل من يبلغ 15 عام أن يتقدم بطلب لإصدار بطاقة الرقم القومي من خلال التوجه إلى قطاع الأحوال المدنية في الحي السكني التابع له على فكرة دايما أنا فكرة كويس قوي كلنا لما كنا صغيرين فكرة أنا عملت بطاقة فيبقى خبر كده في العيلة أنه أنا بقى عندي بطاقة ودي بتبقى أحساس أن الواحد كبر أو أن الواحد دي يقدر يعتمد على نفسه أو أنه يعني البطاقة دي يعني خلاص يعني بقى عنده شخصية يقدر يثبتها فبالتالي الخبر ده أعتقد بيهم ناس كتير والشباب بالذات في السن ده يعني حيبقوا مبسوطين أكيد للخبر ده ترجمة نانسي قنقر